السلام عليكم نكون في النهاية قول بالاهم الأكواد اسم ليس 2060 وهذا قول بريطانيا و المهم جدا في الشغل في المنزل ما يضع ناس الآثة في المنزل؟ ما يضع ناس بالنزل؟ يضع ناس الآثة في المنزل 4 قطب إضافة في المنزل و هناك الأ belوان و هناك إجان ربورت و هناك أكثرCRY لإنقل ربورت و لا يشغل عليم أخرى الصحيح 4 قطب دول يضع النهاية حدث بموضوع لأن يكون هناك حلول لموضوع البيبن لأن تقريبا 50% من المشاريع لا تلتزم لها بالوقت ولا بالتكلفة ولو أن لدينا مشكلتين أساسياتين موضوع التكلفة وموضوع الكربون والتلوث الموجود فبدأ يظهر كتب كثيرة والناس كثيرة هتتكلم أننا محتاجين نتحكم في الهالك بسبب التصميم الخاطئ بسبب أن الناس لا تفهم إيه اللي مستصمم وأن هناك نقص فيه تبادل معلومات بين الأقسام أو بين الموجع وبين التنفيذ فبدأ يشوفوا هذه المشاكل كلها وبدأت الحكومة نفسها تهتم بالموضوع والدعم بالموضوع بحيث أن اللوحة كونها فهمها واللوحة لا تكون فيه خطوط فهم مشاكل وتقدر تشارع عليها على طول أثناء الموقع بحيث أنهم يقللوا الهالك على سبيل المثال مثلا ده واحد كان عامل كلاوت فيه اللوحة إن فيه مشكلة هنا حاول تحلها فلأن الموضوع مكانش مفهوم الموضوع ده تصمم في قلب الموقع بالشكل دوت اعتبروها اوبرينج في الحيطة في السقف برضو تصميم زي دوت حيث أن هو هايل بس هوبش متنفس في المنطقة الصحة بالشكل دوت ولا تستطيع أن نستطيع المساكل أيضا هذه مشكلة لمشاكل في 2011 تقرير استراتيجي بيوضح إن احنا محتاجين نشغل على المنظام بالم ونهتم بالم وأن احنا في بداية المنظام بالم في الفل 0 عاش نصل الفل 2 ان نصل إلى 2016 مصدر بها اسبم استراتيجية 2011 بتقول ان احنا لازم نحسن الاداء في تكلفة وفي الكيمة وفي اداء الكربون فده الاستراتيجية اللي تحطت ان احنا موجودين هنا في لفل 0 في 2011 عايزين على 2016 نكون موجودين في لفل 2 وفي 2020 نكون موجودين في لفل 3 لفل 0 بيقول ان احنا نشغلين بيم خالص وشغلين كهد او شغلين على ورق ومعندناش كود اشتغل بيه لفل 1 في اكواد هنشتغل بيها زي cbic زي bs 1097 بس ممكن يكون المعماري شغل بيم والقهر مكانكرا بالشغل بيم او شغل بيم بصفة ورق اخر مجرد بنطار نعمل بورت وكسورت وفي مشاكل بين الاثنين لفل 2 نحن كلنا نعرف نتبادل المعلومات وكل الناس شغله بيم وقدر تتبادل المعلومات لفل 3 مفروض ان هو في موضل واحد كل الناس بشغل عليه سواء بتعمل 4d او 5d او 6d كلنا شغلين في نفس المكان فمن اهم الاكواد اللي صدرت بيه اس 1090 ده صدر في 2007 وهي نفعت شغل بيه كاد لا يوجد مشاكل بيه اس تبا انتناه في 4541 ده سلسلة من الاكواد خاصة بالليبيري الوبجيكت فيه برضو البي اس 1090 جزء الثاني صدر في 2016 بعد كده صدر جزء الثالث في 2014 وبعد كده في البي اس 1090 ده خاص بالكوبي اللي هو تشغيل المبنى بعد ما يخلص البلاء بتاعه بعد كده في الجزء الخامس ده خاص بالسيكورتي وبعد كده في الجزء السادس ده خاص بالسيفتي انتلسي وفي البي اي فور بيم ده من CIC فيه بيم بروتكول في يونيكلاس في ديجتال بلان فورك ده اقصادر من البيم تاسك جروب فيه cbix online ده cbic فالبي اس 1090 ده بريطانية اهتمت بيو اتطوارته فيه ناس كتير منطوعين بيراجعوا الحاجة بحيث انهم يتطوروا فيه بحيث ان احنا ننتقل من خلاله لليبل 2 يعني هون متخصف في الليفل 2 بحيث انه فيه تبادل المعلومات بين الارتكشور والستركشور والكونتراكتور والمي اي 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 طيب من دولنا الحاجة المهمة جدا اللي هنتكلم عليها في البي اس 1092 زي نبدأ للشغل اول حاجة هنا المالك بلاخب منه المعلومات اللي هو اللي عايزة تبقى موجودة في المشروع اللي انت بتحلم به وبعد كلم نبدأ للشغل الجزء دوت موجود في البي اس 1092 انت بتشغل في الورك ان بروغرس ده فولدر خاص بك بيت الاقسام ما تقدرش تشوف يعني لو انت شغل معماري شغل في الفولدر دوت ومالكش ضعب بيت الاقسام لما بتخلص شغلك وحس ان هو قب بيت الاقسام تقدر تاخد الشغل دوت خلص خلصت مرة في الاسباك دوت اتاكدت الموضل ده كويس تحطه على الشيرد الشيرد ده الاقسام بتشوف بعض يعني المعماري بيتشغل على الورك ان بروغرس والميكانيكا اللي عمل الفولدر لي اسمه الورك ان بروغرس مقدرش تشوفه المعماري الشيرد بيتحط الحاجة اللي ينفع المعماري والانشاية الشغل عليها تخلصنا شغله وفحصناه بتنيل بقى من خلال بقى برقم اثنين للبابلش ده اللي ينفع نديه للناس اللي بره الشركة ونتبادل معها المعلومات او نديها لساب كونتراكتور وكل فترة بابدأ اعمل ارقايف للشغل بتاعي بحيث يبعندي نسخة ده شهر مايو ده شهر ابريل وكذا لما بيخلص الشغل خلص بتايع المشروع كله ومن مبنى تعمل بنروح نقلينه بقى لالوبريتنج الناس اللي هتشغل مبنى وتبدأ نفس الدورة ديات لو فيه اي تعديل لان اقدر مثلا واحد عايز يفتح غرفتين على بعض او ثلاث غرف على بعض او عايز يفتح الحمام على المطبخ او الحمام على الصلة او حمام على لوتو النوم وده حصل تطوير في المبنى فبنعمل نفس الفكرة بنحط شغل في الورك ان بروجرس وبعد كده لما نتأكد انه هو ابروفت بنقله هنا للشيرد وبعد كده بنقله لبابلش وكل فترة بنقله للارقايف ده الاكواد اللي احنا بنشغل بها في الليفل واحد وليبل اثنين فيها كثيرا عملات تصدر وفيه تقارير بتصدر ان احنا نسبت كل فترة كل سنة بتزداد اهتمامها بالبيم وبتبدأ تعتمد عليه ده هنا احنا بنوعد بناخد الى اي ار من المالك نعرف هو عايزه بالزبط تمام وبنعمل بيم اكسوشن بلان في واحدة قبل العقد واحدة بعد العقد قبل العقد باشفها تفاصيل اوي ان لسه ما استقررش ايه اللي هيحصل وبعد ما بنمضي العقد خلاص بنحط بعد تفاصيل وارقام التلفونات والاميلات وكل التفاصيل اللي احنا عايزينها ومن خلال البيمكتشن بلان دي بنعمل مستر انفورميشن ديليفري بلان من حدد احنا نسلم المشروع امتى انت بتسلم على كذا مرة باش في اخر مشروع لا باش في اخر مشروع برايف الفكرة وابده كانت كونسيب وابده كانت ديزاين وابده كانت ديفينيشن وابده كانت البلد وابده كانت الهند اوفر فكل مرحلة من دول بتحدد تاريخ التسليم اللي فيها وكل مرحلة من دول المالك بيقعد ويتأكد هل هو خاد اللي هو عايزه او لا في مشاكل لو لها ان في مشاكل بيدي شغل شركة تانية لو لها نوام السليم بيكمل شغل عادي وفي الاخر في التسليم المشروع بيدي له الموديل اللي هو البروجيكت انفورميشن موديل البيع ايام بيستخدمها بقى كاسيت انفورميشن موديل بيكون في ديكمنتيشن ويكون في نون جرافكال داتا ويكون في جرافكال موديل دي الخطوات اللي احنا قلنا عليها الليفل سري ده محدش وصله لي ده الناس بتحلم ان هتوصل لي بحيس ان كلنا شغل على نفس الموديل والناس كلها هتقدر استفاد منه الاستفادة القصوى وده لسه محدش وصله ده ان شاء الله في المستقبل حتى الان موجودين في ليفل 2 في بروتوكول اسمه CPIX ده برضه من الحالة المفاوضة جدا الناس تشغل به وتقرا فيه بيدينا حاجات امكانيات زي كلام تشيكليست تأكد ان الحاجات فعلا الاسلامة هي اياها بيدي ارشادات للمالك يدي ازاي نشغل مع بعض ونعمل دعاون بين امثورية